بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام أخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية وخاصة زراعة الخيار أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن أفضل معاد لزراعة الخيار الشتوي ما فيش شك أن التأخير في الزراعة بيعمل لنا شوية مشاكل وعلى رأس المشاكل دهيا أن الخيار بيبقى ضعيف في النمو بتاعه وأن قد يحدث تكتلات في القمة النمية التكلفة بتبقى عالية جدا على المجارع أو المهندس اللي واقف نظير أنه هو بيدي مغزيات أكتر وبيدي تسميد أكتر والدنيا بصراحة بيبقى يعني مش عارف هو يعني رايح لفين الخيار اللي قدام حضراتكم دهوت أنا واقع في نفس المشكلة اللي أنت واقع فيها وعلشان كده أنا كان عندي مشكلة أن أنا كان عندي مكان الخيار طماطم وبالتالي كان لازم أن أنا أكمل مع الطماطم أصعرها كانت كويسة فبالتالي اضطريت أن أنا أزرع الخيار متأخر الخيار الشتوي متأخر وبالتالي طبعا يعجبك الخيار أو ما يعجبكش أنا عن نفسي مش عجبني تمام لأن مش عجبني ليه لأن التعب اللي احنا تعبناه فيه والتكلفة اللي احنا حطناها تمام يعني كتير جدا أو لما بنقارنها بيه النمو دهوت لا هي كتير جدا الخيار الصيفي أو اللي هو اتزرع لو هو مزروع في معاد صح لا يمكن هيحصل الوضع ده ولا يمكن هنصرف المصرف ده كلتها عشان تبقى عارف يعني ده السبب يعني تمام فأفضل الموعيد ايه يا جماعة أولا أنا عندي إما أن أنا أزرع بزور أو إما أن أزرع شتلات تمام طيب لو هزرع بزور يا جماعة قلنا البزور ولا الشتلات أفضل بالمرة يعني قلناها وبنقولها وهنقولها لسه تالي البزور أفضل إذا ضمنت أن ما فيش معوقات أرضية ولا معوقات في المية معوقات أرضية يعني الأرض بتاعتك بتمسك مية ماشي وبالتالي لو حطيت البزرة هتعفل ماشي دي مشكلة ضمن المشكلات تمام لو عندك المية ملحة دي مشكلة من ضمن المشاكل لو عندك قوارد أو فران هتاكل في نفس الليلة اللي هتزرع فيها هتاكلها تمام هتاكل البزور تمام ففي الحالة دي إذا كنت متأخر برده ما ينفعش هتزرع بزور لازم تزرع شتلات متأخر في معادة الزراعة تمام طيب والناحية التانية أن أنا أزرع شتلات بتفضل الشتلات في ايه لو أنا متأخر بها زرع شتلات لو أنا عندي معوق من معوقات اللي احنا قلناها في البزور دي قوارد أو خلافه بنتطر في الحالة دي إن أنا أزرع شتلات تبقى يهم أفضل لا البزرة طبعا أفضل لأن المجموعة الجزر بتاعها بيبقى كويس النبات بيبقى من الأساس أساسا قوي تمام النبات بيبقى أساسا قوي تمام طيب لو أنا هزرع بزور أنه أفضل معاد يا جماعة إن أنا أزرع بزور أفضل معاد إن أنا أزرع بزور أني أبدأ في 15 أكتوبر أو 15 عشر تمام ليه 15 عشرة لأن الخيار الشتوي مجرد أنا ما بزرعه بزور بياخد 45 من 40 ل 45 يوم على ما يبدأ يجمع معايا طيب أنا لو قلت مجازا إن الجامعة يبدأ بعد 45 يوم يبقى أنا من 15 عشرة لـ 15 حداشر أدى 30 يوم 1 اتناشر أو 1 ديسمبر هبدأ الجامعة بتاعي تمام 1 ديسمبر هبدأ الجامعة بتاعي طب أنا استفدت إيه يا بش مهندس في المعدة حضرتك استفدت إنك ما تعبتش كتير قوي في الـ 40 يوم دول اشتغلت معاه الشغل الطبيعي واللي إحنا بقى سميد العادي والمغزيات العادية والدنيا العادية اللي إحنا بنتكلم فيها دي تمام استفدت المفروض في الـ 45 يوم دول على الأقل النهار فيهم ما يزال طويل تمام استفدت النهار فيهم دافي فاستفدت من القصة دهية إن عندك النبات قوي كساق قوي كمجموع جزري قوي كمساحة ورقة قوية ابتدت ربي براحتك فإذا وقفت على 1-12 بدأت تجمع إنت لو جمعت شهر 12 و1 اللي هو ديسمبر ويناير وفبراير 12 و1 و2 ثلاثة شهورهم دول بيبقوا زروة الأسعار بالنسبة للخيار طوال السنة في كل الدول العربية تقريبا إلا بقى إذا حصلت انتكاسة بالانتكاسات وربنا بعيد عنا جميع ده السبب في أن أنا بزرع 15-10 واحد بيجي يزرع متأخر ويجي تعبني على الواتساب بكل شوية إلحقني وأنا أعمل إيه وأنا أخلي إيه أنت اللي عملت في نفسك كده طالما المعادة تأخر معك ما تزرعش تمام ليه لأن انت مش مؤهل إنك تحاور النبات والنبات يحاورك ما انتش مؤهل إنك تتخانق مع النبات كل يوم والنبات يخانق فيك ممكن إحنا كمهندسين أو مطلعين أو تعبنين في المهنة من زمان فأهو يعني بنقدر يعني نحاك شوية أما بالنسبة للمزارع أو الرجل المستجد ما تتعبش نفسك وتزرع متأخرين ازرع في المعادة الصح عشان تقدر تأخد إنتاج صح طيب أنا لو هزرع شتلات هزرع إمتى بقى لو عندي شتلات وعايز هزرعها شوف يا سيد الشتلات المفروض في الخيار على 15 يوم تمام 15 يوم أو 16 يوم بكتير و17 يوم لو الدنيا يعني مش مظبوطة هتبدأ عندك خلك 20 يوم مع أن يعني في كل الأوقات لو أنت زرعت بالنسبة الشتلات زرعتها برده في 15 عشرة تمام يبقى 1-11 هتنزل الشتلات بتاعتك الأرض يعني 15 عشرة حضرتك هتزرع الشتلات تمام البزرة الشتلات في الصواني تمام وهتبدأ تنقلها في 15 عشرة هتبدأ تزرع البزور في 1-11 هتبدأ حضرتك تنقل الشتلات طيب أنا نقلت الشتلات في الأرض المستديمة أو في أرض الصوبة نقلتها من الصواني الأرض الصوبة أو الأرض المستديمة نقلتها فين نقلتها في 1-11 اللي هو 1 نوفمبر تمام الشتلة عندي المفروض بتكون مجموعة جزرها قوي مفيش أعفان مفيش أي مشكلة خالص المجموعة الخضر عليها كويس 15 سنتي آسف يعني لا تزيد عن 10 سنتي الخيار ما بنحبهش يكبر قوي تمام وابتديت أنزلها في 1-11 المفروض على 30 يوم بالزبط بكون بجمع من الخيار بتاعي لو اتأخر قوي وفي مشاكل عندك في الأرض وأنت يعني على أدك في الزراعة شوية تمام وبعدين ما حدش يزعل في أن أنا بقول على أدك فيه يعني دكتور أستاذ مثلا دكتور في القلب مثلا هو واحد لسه هم تخرج من كل طب السنة دي لهيوم كل اتنين يعني محدش يزعل من الكلام ده لأن دي الصراحة يعني هو إحنا المدهنة في الدول العربية هي اللي مودي أنا في ده هو واحد يقول الصراحة من الأول دون مش هتبقى يعني فالنهار ده لما أزرع في 1-11 الدنيا لو عكت معك خالص ونتزرع شتلات في 1-11 إذن فهتجمع حضرتك في 1-12 يعني شهرة هوت كامل لو الدنيا مش مظبوطة ممكن هتزيد خمسة أيام تحت هتقل ممكن على فكرة ممكن نزرع ننتج على 25 يوم كمان في الوقت ده بالذات تمام كل الليلة اللي احنا بنقول هدية وظبط معاد الزراع علي عشان تدخل 1-12 بتجمع تدخل 1-12 بتجمع نبقى أنا أصبح فترة البرد عندي بجمع فيه مش بقى لسه بعمل مجموع خضري والنبت لسه جبر وهنجمع في 15-1 15-1 ده يا جماعة ما تنفعش أساسا بالنسبة للخيار لازم تجمع من أول 12 هتقول للخيز غالي ده مش قصتي بس انت بداية من 1-12 المفروض يكون موسم الخيار الشتو عندك والركيزة الأساسية للجمع والفترة اللي هي يعني الزروة تبقى في شهر 12 و1 و2 تمام يناير فبراير مارس على فكرة ديسمبر يناير فبراير 12 شهر 12 و1 و2 تمام وعلى فكرة والله كان بيقعد الخيار معايا في السعودية لحد شهر 4 ونزرعه في 15-10 ولكن هناك كان فيه ظروف تدفئة والدنيا كويسة خالص بالنسبة للقصة غاية تمام أما لو عندك مكيف لا ازرع في أي وقت ما عندناش مشكلة خالص لأن انت عندك الدفاية بتبدأ حضرتك تشغلها فالمفروض أنا كنت بشغلها في السعودية على 17 درجة 20 درجة بالليل فطبعا 20 درجة بالليل ما عندش أي مشكلة خالص وبالنهار كنت بقفل بزبط حالي فما كانت عندي مشكلة في الـ 24 ساعة وكان زي الخيار الشتوي يعني ممكن نتأخر عن الصيفي في ظروف اسبوع ولا حاجة كنتنا بنتحمله ده اللي حبيت اقولهلك في الفيديو دهوت علشان ما نتعبش نفسنا في قصة مواعيد الزراع دهية شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته